موسيقى الحقيقة أنا عايزة أبدأ مع حضراتكم النهاردة بأنه نتطمن على كل الناس يعني يمكن في هذا التقس البارد جداً اللي بتشهده مصر بشكل عام وتغير المناخ اللي في العالم كله بنلاقي طبعاً هذه البرودة والأماكن كتيرة في العالم تغير فيها المناخ بتخلينا كلنا لازم نتطمن على بعض وناخد بالنا في إجراءات احترازية شديدة لأنه أحياناً دور البرد الناس ما بقتش تعرف دور البرد من الأميكرون من الكورونا من كل الحاجات دي فالأأمن إجراءات احترازية أن احنا يعني نرجع تاني للكمامة ناخد بالنا ونعلي المناعة ونأكل الخضروات ونأكل الأشياء المفيدة قد ما نقدر نتحرك كمان قد ما نقدر ونعمل إذا قدرنا نعمل رياضة ده أحسن ما قدرناش نحاول ناخد الحاجات اللي ممكن تساعد مناعتنا الحمد لله إحنا في فصل الشتاء ومصر بلد اللي بتصدر الموالح فأحلى موالح عندنا نتكلم بقى على البرتقان واليستفندي كمان عندك الجوافة والفراولة موجودة كل دول فيهم فيتامين سي ويقدر يعلي المناعة بشكل كبير خاصة عند الأطفال قبل ما أبدأ طبعا يعني خليني برضو أتمنى الشفاء لزميل العزيز يوسف إن شاء الله يعود سريعا لتقديم برنامج التسع خلونا كمان نتكلم على المبادرة الرئاسية اللي حبدأ بيها حياة كريمة أنا دايما كل ما أتكلم عن هذه المبادرة بصراحة بحب قوي كلمة حياة كريمة كلمة حياة كريمة دايما بحس فيها كده كرم يعني أحيانا اللغة العربية تمنحنا كده كلمات تديك إحساس كده بالعزة والكرامة فهذه الكلمة والجملة اللي دايما لما أنت بتشوفها أولا بتحس كده نفيها كرامة ماذا حدث اليوم المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم التوقيع اليوم في هذه المبادرة على بروتوكول بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وأيضا التعليم الفني ومؤسسة حياة كريمة وده بهدف تعزيز الشراكة استراتيجية للتكامل والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمحور التعليم وبناء الإنسان وهنا نقف كده مع بعض لأنه بناء الإنسان ده شيء قد ما هو مهم جدا لكن هو كمان شيء مش بالسهولة الصورة زي ما أنتم شايفين البروتوكول لأنه بناء الإنسان أنت بتبني وطن بتبني مجتمع بتبني كمان أسرة بتبني شخصية وبناء الإنسان بيخليك أنت كمان بعد شوية في المستقبل تحس أن الوطن بقى أفضل لأنه أنت قدمت إنسان أحسن فلما يكون فيه تربية وتعليم زي ما بنقول وبنى للإنسان الدنيا كمان هتبقى أفضل وأحسن وزارة التربية والتعليم أوضحت أن الهدف من البروتوكول العمل على وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهبين داخل المدارس في قرى المحافظات اللي بتستهدفها هذه المبادرة وده حيكون تشكيل فريق عمل لرعاية فصول الموهبين هنا أنا عايزة أقف معاكم يعني أحيانا كتير قوي لما نرجع لمحافظاتنا الكريمة وتشوف كم المواهب اللي طلعت من المحافظات لو رجعنا بالتاريخ حنلاقي علماء وفنانين وشعراء يعني لو رجعنا للصعيد وافتكرنا من طه حسين للعباس العقاد للخالي الأبنودي بحفظ كل الألقاب للعظيم يعني مجدع وبالناس كتير جدا يعني رموز عديدة لو رحت مثلا عند أهلية تتوقف معها سيدة أمه كلسوم اللي جات من طمايز زهيرة لو أنت بتتكلم على محمد صلاح وشوفت قد إيه يعني المجهود اللي تم من خلال محافظة وإيه اللي يوصل للمدينة لكن لما تكون المبادرة هنا بتهتم بفصول ورعاية الموهبين والعمل عليهم وتقدم لهم كمان يعني خطة وتهتم بيهم كمان مش بس الموهبين كمان المعلمين لأن المعلم مهمة قوي لما أنا أدي له يعني أدي له مهارات وأدي له استراتيجيات وخطة أنه يتعامل مع الموهبة يعني أعرف أنه فيه موهبة ويقدر يتعامل معها كل ده يبقى في ضوء مناهج وزارة التربية والتعليم وده كمان حيدي تعميق أكتر لفهم ومعاني كتيرة جدا وحيخلي كمان الموهبين بالأخص يعني تبان موهبتهم أكتر ونقدر نعرفهم أكتر ونقدر كمان ننمي الموهبة يعني ما تبقاش الموهبة وقفة بس على البيت والأسرة لكن كمان لما تكون المدرسة والمحافظة ومبادرة زي حياة كريمة واهتمام وزارة التربية والتعليم يبقى أنت كده ضمنت أن أنت عينك على طول بتكشف أي موهبة وكمان بتقدمها وبالتالي لأن مصر عريضة وكبيرة لأن عندنا عدد من المحافظات عظيم وعندنا عدد وتقاليد وعندنا اختلاف وعندنا حاجات حلوة كتير فلما نقدر بالعين كده نشوف كل الموهبين هيبقى ده شيء رائع جدا طيب خلينا كده نروح لهذه المدخلة ونشوف طيب هناخد يعني هنأخر هذه المدخلة خلينا نروح لمعرض الكتاب اللي كلنا بننتظره أولا يعني معرض الكتاب من الحاجات زي ما كنت بتكلم حضراتكم عن بناء الإنسان فمعرض الكتاب من الحاجات اللي أقدر أقولها بتساعد في بناء الإنسان ثقافيا ومعلومات وحالة حلوة القراءة هي حالة حلوة بتدي للإنسان كده خيال وعمق ومعرفة وثقة وحاجات كتير جدا والحقيقة احنا في مصر بنهتم جدا بهذا المعرض معرض الكتاب بيواصل استعداداته وده طبعا قبل انطلاقه للنسخة 53 وطبعا المعرض زي ما انتم عارفين مش بس معرض للكتب لكن بيبقى فيه أنشطة وبيبقى فيه ندوات وبيبقى فيه الحقيقة يعني تظاهرات فنية رائعة وبيبقى فيه حضور وبيبقى فيه رأي ورأي آخر وبيبقى فيه حضور من الناشرين حضور من المؤلفين حضور كمان من المواطنين اللي هم بيبقوا بيبقى فيه كمان حضور عائلي بيبقى سعيدة جدا لما تبقى أسرة كده بتاخد ولادها ويروحوا رحلة لمعرض الكتاب أولا حتى لو يعني هيشتري حاجات بسيطة لكن بالعين عينه حتشوف الثقافة والفكر واختلاف الثقافات واختلاف الأجنحة واختلاف الدول حاجات كتيرة جدا الدكتورة إناس عبدالداء مزارة الثقافة هي بنفسها تفقدت طبعا استعدادات جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب وطبعا كان بيهمها جدا علشان الطفل من الفئات المهمة جدا في معرض الكتاب بيبقى فيه حاجات حلوة بيبقى فيه حاجات للتعليم والثقافة والمعرفة وده طبعا قبل افتتاح المعرض رسميا اللي حيكون فيه يوم 26 يناير الجاري الحقيقة يعني عقدت الفنانة والدكتورة إناس عبدالداء وزيرة الثقافة وده حيكون طبعا كان اهتمامها انها تبقى موجودة في المعرض وتشرف على كل حاجة وتبقى بتابع لكن طبعا هيكون هو يعني هي هتبقى موجودة دايما وبتشرف عليه وده تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحيكون فيه مؤتمر صحفي كمان في مركز المنارة بالمؤتمرات بالتجمع الخامس المؤتمر ده الحقيقة علنت خلاله تفاصيل تفاصيل كتيرة جدا عن الأنشط عن الدورة رقم 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وطبعا حيفتتحه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكمان حيكون تحت شعار أنا معجبة جدا بهذا الشعر هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل يعني أو حال المستقبل أو أيا كان ولكن ده شيء حيبقى فعلا رائع جدا طيب تعالوا كده نشوف عن آخر الاستعدادات اللي موجودة في معرض الكتاب ونشوف طبعا يعني إيه اللي بيحصل والاستعدادات شكلها إيه وإيه الفرق بالمعرض الكتاب في الدورة السابقة وهذه الدورة خاصة إحنا مازلنا في احترازات كورونا وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا خلينا نروح لهذه المدخلة دكتور هيسم الحاج رئيس الهيئة العامة الكتاب مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فنم أهلا وسهلا يعني دكتور كلمنا كده عن أنا شايفة الصورة بتقول أنه في صورة كده مشرقة وفي إن شاء الله يعني افتتاح عظيم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فكلمنا عن الاستعدادات وهذا العام هو الحقيقة أنه المعرض ده بدأ الاستعداد لي من بعد انتهاء الدورة السابقة الاحترازية الاستثنائية اللي كانت في شهر ستة بمعادل استثنائي وبدأ بالساعل في الترتيب لكل حاجة على أساس المعرض يرجع تاني في تحدي آخر لموعده الأصلي في الأسبوع الأخير من يناير في كل عامة لأنه ده معادل معرض في الأجندة الدولية وده للحفاظ على دولية المعرض أيضا أنا أظن أنه معرض القاهرة مثل هذا العام قاطرة لصناعة النشر في العالم لأنه الحقيقة لما أقمنا المعرض في شهر ستة لفات ده شجع معارض كتير أنها ترجع من الحالة الاستراضية إلى الحالة الوقعية مرة أخرى يعني أقدر أقول لحضرتك أنه تقريباً المعرض دلوقتي تبنى أو تبنى معظمه كديكور لأنه نحن بنبنيه كله كل دورة النشاط الثقافي تم تحديده مع الوزيرة النهاردة اتفقدت معرض كتاب الطفل وده لأول مرة حيكون معرض مستقل داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأنشطه وبفعلياته وبأجنحة كتبه وأظن أنه ده سيبقى إضافة قوية جداً للمعرض هذا العامي يعني لمسة جديدة بنقدمها لأطفاله كمان عندنا السنة دي حاجات جديدة كتير على القصة الإلكترونية للمعرض التي أطلقت في شهر يونيو الماضي الحقيقة أنه مع إطلاقها نحن نطورها أول باول بحيث أنه يبقى عندنا بيع للكتاب الزقمي وبيع إلكتروني للكتاب الورقي بنظام بوك ديليفر يعني حضرتك ممكن تشتري الكتاب من على المنصة يوصلك للبيت عن طريق هيئة البريد اللي بتقدم الحقيقة أسعار منافسة جداً كأنها مش أسعار أصلاً من الشحط مقارنة بأسعار القطاع الخاص كمان في جولة افتراضية يعني حضرتك تقدر تزور المعرض من على القصة والجولة دي تم تطويرها هذا العام بحيث أنه يبقى فيها كمان معرض كتاب الطفل موجود على الجولة الافتراضية يعني هل هنا دكتور فعلاً كلام اللي بتقوله إذن إحنا اللي مش هقدر يروح معرض الكتاب لا أي أسباب كمان إحنا عارفين أنه مازال فيه انتشار لفيروس كورونا وده برضو يعني الناس اللي مش هتقدر تروح هقدروا يتابعوا المعرض افتراضياً على ويشوفوا الأجنحة ويختاروا ممكن الأولاد يروحوا يعني ممكن يبقى فيه تنظيم للأسرة مين يروح مين ما يروحش في النهاية ممكن الجميع يتابع المعرض بشكل أو بآخر افتراضياً أو على الواقع يعني هو الحقيقة إحنا بنشتغل بفكرة إنه اللي مش هيقبل يجي المعرض لأي سبب المعرض يروح له بكل ما يقدمه المعرض الكتبور حيبقى متاحة على المنصة بشكل قوي طبعاً الحالة حالة المعرض حالة الوجود في المعرض طبعاً طبعاً بحالة مختلفة يعني بقت تحولت إلى حدث قومي وحدث عائلي مصري جزء من يعني جزء من نوزهات العائلة المصرية بقت الثقافة جزء منها داخل معرض كتابة أكيد هل هتعود أنشطة الندوات وأيضاً إنه يبقى فيه مثلاً أصحاب الكتب اللي بيبقى فيه حوار بينهم وبين يعني زوار المعرض هل هذه الأنشطة هتعود أيضاً في الواقع؟ بالطبع للسنادي إحنا رمينا ببرنامج ثقافي على أرض الواقع لكنه بيراعي كل الإجراءات الاحترازية يعني إحنا رعينا إن مفيش ندوات في أماكن ضيقة مثلاً طبعاً فكرة النسب الحضور هتبقى مؤكدة عليها ومراقبة من مزارة الصحة مثلاً علشان كده عدد الفعاليات في البرنامج الثقافي الواقعي بقت أقل شوية من اللي إحنا نتعودين عليه دايماً لكن نقدر نقول إن إحنا رجعنا تاني بشكل كبير للأنشطة الثقافية اللي مضاف إليها الثنادي الحقيقة جانب مهم جداً أنا بعتبره شخصياً نقلة في تاريخ معرض الكتاب أنا بتكلم عن البرنامج المهني والبرنامج المهني برنامج بيستهدف تطوير صناعة النشر وتطوير الشباب الجداد اللي بخليل صناعة النشر نسموعة من الورش التدريبية اللي هتعلم شباب الناشرين إزاي يديره دار نشره إزاي يديره مشروع نشر بشكل أنا حاجي وعيني ويقدر يحقق منه مكسب ويقدر فيه السالة في نفس الوقت وده حيمشي برضو مع يعني تسورات الدولة في فكرة يعني ريادة المشاريع الصغيرة أنا ممكن أبقى نشر صغير عندي مشروع صغير ولكن أقدر كمان أعرض اللي أنا بنصره في حاجة زي معرض الكتاب أو يبقى عندي هذا المشروع الصغير أعتقد دي كمان هتبقى فرصة جيدة جدا بالفعل حضرتك أضبطي من شوية أشارتي لي فكرة استكشاف المواهد وأظن أنه المعرض كمان هيعمل ده بشكل عملي شوية لحد كبير لأنه عندنا اللي نقدر نقول عليه يعني هيبقى فيه كاونتر داخل صالة العرض الكاونتر ده هدفه الأساسي أنه أي حد موهوب من ربوع مصر كلها في حاجة لها علاقة بالنشر زي تصميم الأغلسة أو رسوم كتب الأطفال يقدم لنا السيفي بتاعه وإحنا هنقوم بدور يشبه دور الوكيل لتعريفه بالنشرين ده هل قال في صفحة كاملة يفندم بقى على الانترنت هتبقى موجودة خاصة بمعرض الكتاب يبدأوا الناس من دلوقتي يعرفوا الأجنحة والكتب اللي نزلة والحاجات دي هيبقى موجود متوفر المعلومات بالجدول والأنشطة وكل هذي تم إطلاق الدورة النهاردة في المنصة الإلكترونية من النهاردة يحصل بيع تذاكر من بعد المعرض من بعد المؤتمر الصحفي بنفتح باب البيع ويقدر الناس يشوفوا مين هم دور النشر المشاركة ويقدر يشوف أي كتب مشاركة تقريبا نقدر نقول أنه مش أقل من 70% من العناوين اللي موجودة في المعرض موجودة على منصة معلومات كاملة ده شيء رائع جدا الحقيقة دكتور هيسم إحنا كلنا متشوقين أنا أول واحدة يعني بحب معرض الكتاب ده وبحس أن أنا وأنا رجع كده من المعرض ومعايا زخيرة كده من الكتب هتبقى جنبي وحتكمل معايا بحس كده أن أنا يعني بقدم للذات كده والنفس هدية حلوة القراءة والكتب أجمل حاجة ممكن الإنسان يهدي بها نفسه ويهدي الغير فأعتقد أنه إن شاء الله نتوقع دورة ناجحة لمعرض الكتاب سواء أيضا للهيئة العامة للكتاب ولهذا المعرض وأيضا للمواطنين اللي حيروحوا يستمتعوا بهذه الثقافة دكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب أشكر حضرتك شكرا جزيلا فاصل قصير نعود بعده ونستكمل معكم فقرات التاسعة أرجوكم ابقوا معايا بيتزام أن اليوم 17 يناير ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة الحقيقة يعني سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لما نتذكرها لازم دايما يجي في بالك حاجات كتير يجي في بالك أفلام حلوة يجي في بالك حالة كده من النشاط السينمائي الراقي فاتن حمامة يعني قدمت حقيقي للسينما المصرية مجموعة من الأفلام ومجموعة من المسلسلات وقدمت للسينما روح يعني مع فاتن حمامة تحس أولا أنك عيشت تاريخ مصر وشفت يعني حال المرأة المصرية في حاجات كتير وحال الفتاة المصرية وحال الرقي فاتن حمامة كانت تعني رقي كانت بتختار أدوارها دايما بعناية وكانت دايما عينها على مشوارها يعني حتى مشوارها قسم لمراحل أجمل من بعضها حسيت أنك بدأت مع فاتن حمامة من هي طفلة صغيرة ولما شفناها كانت مع عبد الوهاب لحد ما فاتن حمامة كملت مشوارها الطويل ورحلت عننا وهي طول الوقت قدام عنينا بتقدم فن راقي بتقدم موضوعات مختلفة بتاخدك مرة لقصص بتعيش معاها في قصص الأدباء بتروح معاها للتلفزيون بتروح معاها العوالم مختلفة فاتن حمامة توفت الحقيقة عام 2015 وحتفضل فاتن حمامة اسمها مكتوب بأحرف من دهب في سماء السينما العربية ككل هي واحدة من أهم المواهب في التاريخ وسيرتها الفنية طويلة وهي من أهم ونقدر نقول أكتر آيقونات السينما اللي قدمت موضوعات كتير مختلفة يعني معاها كمان عشت كده المراحل الندوج شفت مشكلات اجتماعية شفت حالات لطيفة شفت مشاكل الشباب شفت مرح شفت أشياء كتيرة جدا يعني حتى يمكن الفيلم اللي موجود ده اللي انت بتشوفه على الشاشة فاتن حمامة كمان عملت أدوار لطيفة جدا مع عبد الحليم وحالة غنائية وده من أجمل الأفلام الحقيقة اللي تحب تشوف أفلامها طول الوقت سيدة الشاشة العربية خلينا كده نعيش مع المؤرخ الفني محمد شوقي ونشوف كده حاجات كتير يعني مرت على هذا المشوار الراقي ونفتكر فيه الجميلة فاتن حمامة خلينا كده ناخد المداخلة دي مساء الخير يا فاند مساء الخير يا أستاذ الشفكية الحقيقة أنا دايما بقول لما بشوف فاتن حمامة وبشوف يعني أفلامها يعني ما تقدرش كده تمسك نفسك إلا أنك تتابع الفيلم حتى لو كان قديم يعني لو تكلمنا عن فاتن حمامة من حيث التكريم من حيث الأعمال يعني محتاجين الحقيقة حلقات طويلة كلمنا النهاردة كده يعني قلنا كده عايز تقول لنا إيه عن فاتن حمامة ربما لا نعرفه طبعا وزي ما حضرتك قلت يا أستاذ الشفكي فاتن حمامة هي آيكونة مش بس من آيكونات السينما المصرية دي من آيكونات الزمن الجميل ككل نحن اتربين على أفلام والسينما فاتن حمامة وفاتن حمامة بتعد من الفنانة الفنانين اللي حظوا على اسمهم ومجدهم الفني من أول يوم وهي طفلة في فيلم يوم سعيد عام 1940 لغاية آخر لقاء عليها لجمهور سنة 2000 في مسلسل وجه الأمر من ألف تسعمائة واربعين لغاية آلفين كانت فاتن حمامة الفنانة النموذج النموذج بكل حاجة في الأفلام ذات قيمة اللي بتقدمها في الاحترامها للجمهور والفنها وبالفعل هي قدمت لها محطات كبيرة جدا كيفية نقول حضرتك أنها اكرمت من جميع الرؤساء ودعماء مصر من أول الملك فروق الملك فروق بنفسه ادالها جنيه ذهب منقوش عليه صورته بعد ما شاهد فيلم يوم عيد عام 1940 وهي طفلة ذات التسعة سنوات ومنذ ذلك التاريخ تبناها رواد فن التمثيل وفن السينما من يوسف واهدي لمحمد كريم لأحمد بدرخان لعيد الدين الفقار لحسن الإمام عمالقة تنعوا مجد واسم فاتن حمامة طيب خليني كده أروح معاك في محطات يعني أحيانا كان في أفلام لما كانت بتسند لفاتن حمامة كانت أفلام صعبة زي فيلم مثلا دعاء الكروان أتذكر يعني بعض التعليقات اللي كتبت عن دكتور طه حسين لما عرف في البداية أن فاتن حمامة هي اللي هتعمل الدور كان عنده بعض الألأ لأنه كانت فاتن حمامة صغيرة في السن والدور كان قوي وكان بيقول رسائل كتير لكن بعد ما شاف الفيلم يعني يمكن علق وقال أنه لم يتخيل النأمنا غير أنها تكون فاتن حمامة بالضبط زي ما حدثك قلت فيه في البداية جاء الدكتور طه حسين تقابل مع سيدة فاتن حمامة قبل بداية قبل تطوير الفيلم فطبعا هي سيدة فاتن حمامة راح تلوكات منبهرة جدا وسعيدة ما حتقابل الدكتور طه حسين وطبعا لما عرف أن هي اللي هتعمل الفيلم هز براثه ولا هل تستطيعين القيام بدور أمنة طبعا هز براثه كلمها هي حسد بأنه بيسخر منها فخرجت تبكي تبكي وقالت للمخرج والمنتج منتج الفيلم هنري باركاته ومخرج الفيلم أيضا قالت له طب أنتوا جايبيني علشان أتهدل وخرجت مصرعة تبكي وده كان كلام الكاتب الصحب الكبير مصطفى أمين تمام بعد ما شاف الفيلم بعد ما حضر عرف الفيلم الدكتور طه حسين وطبعا سنع وحتى تبقى حفيز فاتن حمامة في هذا الفيلم قال لها بالنص لو قدمت الشغطية بنبضات أمنة الحقيقية وطبعا خرجت تبكي من السعادة وهي أسعد المرأة في العالم بعد كلام دكتور طه حسين لها حقيقي وبقي الفيلم الحقيقة في ذاكرة السينما المصرية من أهم الأفلام فيلم دعاء الكروان طبعا أنا عايزة أروح للأديب الكبير إحسان عبد القدوس وعايزة أقف عند رواية لا أنام اللي قدمتها فاتن حمامة وهي كانت الحقيقة دور البطلة ودور اللي كانت بتروي يعني بتقدم الرواية بنفسها وكانت بتقدم التعليق على القصة الجميلة لا أنام وأيضا رواية بتاعة إمبراطورية ميم اللي قدمتها كمان فاتن حمامة الحقيقة يعني مختلفين تماما هنا فاتن حمامة كان عندها بعض الشر وهنا كان عندها الأم والحكمة والمنطق والديمقراطية في الأسرة زمن وزمن يعني رغم أن هي فاتن حمامة والأديب الكبير إحسان عبد القدوس حضرتك في فيلم لا أنام هذا الفيلم كاد الجمهور أن يفتك بالمخرج الكبير صلاحة بوسيف وصمع الفيلم صحيح بسبب دور فاتن حمامة وألقوا ألقوا ألقوا الشاشة بزجاجات الكولة وإشر الليب والتسئيف والجمهور كان عايز يوقف الفيلم اتفاجئوا بفاتن حمامة مختلفة مجيز صورة فاتن حمامة البطلة الحالمة الرومانسية الفتاة المذلوبة على أمرها رغم أنها قدمت شر نبيل يعني شر ناعمة خليني أقول شر ناعم يعني أدق أنه كان فيه شر ناعم بس الناس يعني يمكن ما تخيلتش أن الفاتن حمامة تطلع شريرة حتى لو كانت شريرة ناعمة وده اللي خلاها ما تكررش تجربة الأدوار اللي فيها مسحة شر يعني بالفعل هي خافت من المجاسبة في أي دور آخر لكن لو حضرتك زي ما حضرتك قلتي في إمبراطورية ميم كانت دور مختلف تماما كان دورها في إمبراطورية ميم هي الأم الأم المعيلة اللي قدرت تربي أولاد بالديمقراطية وكان الفيلم مليء مليء برسائق كثيرة جدا الفيلم إمبراطورية ميم والفيلم ده من ضمن قائمة أفضل مئة فيلم التاريخ السلم المصرية ونالت فيه جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دولي وحصلت على تكريم من رئيس محمد أنور الثداد بعد هذا في إمبراطورية ميم وفيلم أريد وحلن ده حقيقي يعني هي قدرت تقدم صورة المرأة المصرية على مراحلها لا أعتقد كمان أن أريد وحلن يعني كان وراء قانون الحقيقة بعد الفيلم فأعتقد هو من الأفلام كمان اللي كانت مهمة جدا فاتن حمامة كفنانة لها قيمة في المجتمع وللمرأة المصرية يكفي يا أستاذة شافكي إن فاتن حمامة الممثلة الوحيدة في العالم اللي بفيلم اللي بأحد أفلامها قدرت تغير قانونها ولهذا لم يحدث مع أي فنانة أخرى في العالم حقيقي كالملك فريد شوقي في أفلام دي يجعلوني مجرما وكلمة شرف إنما كممثلة كممثلة لم يحدث إلا معفات حمامة هذه الممثلة اللي قدرت تغير قانون قانون للمرأة قانون للأحوال الشخصية وجسدتها في فيلم في فيلمها الأسطوري أريد حلن هذا الفيلم اللي كان بيعاد صرخة صرخة كما لو كانت كل امرأة بتصرخ في المجتمع لمشاكلها المتعددة تمام طيب لو رحت مع حضرتك لفيلم مثلا زي الخط الرفيع هنا كنا بنشوف فاتر حمامة يعني الفتاة اللي عندها حرية واللي هي ممكن يعني تعيش حياة غير عادتنا وتقاليدنا ولكن حقيقة فاتر حمامة كمان قدمته بمنتهى الرقي والتحفز اللي خلى الجمهور في نفس الوقت يعني يعني يبقى معاها جدا وفي صفها طول الوقت هل ده كان نابع من الرواية والشخصية واللي هي رقي فاتر حمامة وأداءها للدور اللي قدرت فيه يعني يدخلي الجمهور طول الوقت معها هو فيلم الخط رفيع هذا الفيلم كان عاودت فاتر حمامة للسينما بعد غياب أكثر من خمس سنوات وكان فاتر حمامة من معمراجها بتاع السينما هذه الفترة طويلة فكانت عاودة عاودة قوية جدا هذا الفيلم من الأفلام المهمة وحتى كان دور مختلف عن السيدة فاتر حمامة وكان الحوار والقصة والحوار لحسن عبدالقدوس وكان فيه أكمل حوار في تاريخ السينما المصرية بالديالوج اللي بينها وبين الندم محمود ياسين طبعا ده يعد من أكمل وأهم حوار في تاريخ السينما المصرية هذا الفيلم الأفلام الرومانسية الجميلة جدا اللي فعلا ما تعملتش زيها وهي كان فاتر حمامة فترة السبعينات قدرت تقدم أعمال فنية مختلفة تماما عن نمط فاتر حمامة ما قبل السينما السبعينات كان فيه جرأة شوية حتى هي استخدمت بعض الألفاظ اللي ممكن الجمهور برضو مش متخيلة إنها تطلع من فاتر حمامة ولكن لأن هي قدمتها بطريقة وصياغتها في العمل الدرامي بروقي عايزة أقول ما جرحتش الناس يعني الناس ما حستش إنها هي يعني حسوا إنه اللفظ جاي في محله علشان السياق الدرامي تماما يعني فده برضو قدرة الفنان على إنه إمتى يقولوا ويقولوا إزاي هو بالفعل كان فيه اللفظ التي لفظت به هذا اللفظ طبعا أو الجملة أو العبارة اللي قالتها كهي ندمت عليها ندمت عليها ندمت عليها بعدها آه ندمت عليها ما كانتش حبة الجمهور يتمحها بهذه الجملة وإن كانت زي ما قلت لحضرتك أو زي ما حضرتك قلت كانت في سياقها كانت في سياق العمل الدرامي لكن كافاة حمامة هذه الفنانة الجميلة قلبا وقالبا كانت بتتحرك جدا أنها كانت تعمل أي شيء أمام جمهورها غير لقى فاتن حمامة استمتعت بالتلفزيون زي استمتعها بالسينما هي فاتن حمامة كانت جريئة جدا في السينما وعملت ووقفت أمام ميكروفوني الإزاعة في أكتر من عمل طبعا لكن أمام التلفزيون كانت التجربة كانت ترددت ترددت هي مسلسة الضمير قبل حكمة هذا المسلسل كان للفنانة الكبيرة شادية قبل السيدة فاتن حمامة لكن بعد اعتزال شادية ظلت هذه الرواية ضمير قبل حكمة مع الكاتب الكبير أستامة أنور عكاشة من سنة 86 حتى سنة 91 لسيدة فاتن حمامة هي ترددت جدا وكانت خايفة جدا وكانت زي ما قالت المخرجة الكبيرة نعم محمد علي كانت هيبة الكاميرات الفيديو مش متعودة عليها لكن ظلت عاملة عاملة المسلسل والمسلسل بيعد من أيكونات الدرامة المصرية على الإطلاق وهذا المسلسل يعني مسلسل إلى الآن بيتشاف رغم مرور أكثر من 30 عام على إنتاجه هل في عمل أو رواية كانت تتمنى فاتن حمامة تقدمه وما قدرتش يعني أو يعني لم تنجح مثلا تجربته أو أي حاجة من هذا السياق يعني بالضبط هو كان فيه فيه بالضبط كان فيه كانت تتمنى أنها تعمل أعمال لنجيب محفوظ لنجيب محفوظ وإن كانت نجيب محفوظ لنجيب العالمي تعامل معها كسيناريست في أكتر من فيلم زي فيلم الطريق المزدود ولكن يومي ظالم إلا أنها لم تجسد شخصية من شخصيات نجيب محفوظ آه من رواياته آه من رواياته وكانت بالفعل عيدت جسد شخصية الشريدة 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 اللي قامت بغطلاتها النجمة الكبيرة نجلاء فتحي فيما بعد لكن كانت أخذت الرواية واستأذنت من الأجيب نجيب محفوظ لكن بكل أسف انشغلت بروايات أخرى لغاية ما الرواية رحت منها وحستت بأن هيزيل رواية الدور يعني هيبقى كانت كبيرة كبرت على الدور وقدرت بذكاءها الفني أنها ما يكونش ده دورها وكانت نجمانة جدا على شخصية نفيسة اللي ما قمتش بيها في المبدأة ونهاية للسيدة سنة جميل بس أنا سبعت أنه برضو هي خافت شوية من الدور زي خوفها في الأنام يعني كان عندها ألأ من الدور ده تحديدا بالضبط كانت خايفة جدا لأني خاصة من إبداية ونهاية بعد لا أنام بتلس سنوات نصبوط فكانت خايفة وكانت نفس التجربة مع المخرج الكبير صلاحة بوسيف فكانت خايفة فلكن لما شافت نجاح الفيلم في العرب الخاص وكانت جلسة وراء صلاحة بوسيف المخرج الكبير وشافت الدور وشافت الفيلم فتطبت على كتف صلاحة بوسيف وقالت له أنا أسف كان معك حق يا صلاح يعني هذا الرقي الحقيقة يعني يعني حنظل الحقيقة يعني نرفع له القبعة زي ما بنقول فتن حمامة اسم كبير يعني اسم كبير مصري رمز فن حاجات كتير أوي حلوة يعني الأستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني أنا الحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا نحن قدرنا على الأقل في ذكرى فتن حمامة كمان يعني نتذكرها بكل الأعمال الحلوة ونتذكرها بهذا الكلام بشكرك شكرا جزيلا هنفضل نفتكر فتن حمامة ونفتكر أعمال كتير جدا أنا شخصيا لما بشوف أي فيلم أي فيلم وبلاقي بس فتن حمامة موجودة بحس أنه لا يعني بحب أرجع تاني وأتفرج عليه أحيانا الإنسان كمان لما بيكبر كده شوية وبيبقى عنده مرحلة ندوج في الرقي بيحس أكتر بعمل الفنان فتن حمامة الحقيقة مدرسة فنية جميلة استمتعنا بها زي ما قال الناقد طبعا اللي كان بيصحبنا أستاذ محمد شوقي بنتكلم عن فنانة بدأت 1940 لحد سنة 2000 تخيلوا كم كان هذا الشريط ملهم وجميل وممتع فاستمتعنا وحنفضل نستمتع بكل ما تقدمه فتن حمامة لأنه الفن الجميل بيفضل موجود طول الوقت طيب تعالوا بقى نروح لقصة حقيقة أنا بلاقيها كمان قصة ملهمة جدا علشان دايما بقول مصر كده عبارة عن قصص حلوة قصة دي هروح معاكو فيها لأسوان قصة ملهمة لرائدة أعمال بأسوان القصة بتقول ايه فاطمة هي صاحبة القصة زي ما انتوا شايفين كده في الصورة وشايفين جمال فاطمة أعادة تدوير مخلفات بيطلع من النخيل وصنعت به منتجات بيئية رائعة انتوا عارفين ان النخيل ده بيطلع النخلة دي بشكل عام بتطلع حاجات رائعة ووظفت يعني معاها مش بس هي وظفت عشرات النساء الصورة زي ما انتم شايفين قد ايه حلوة اعتقد هي بتعمل مجموعة من الشنط من النخيل ومن حاجات البيئة عارفين لما كنا بنتكلم في البداية خالص أول خبر اتكلمنا فيه عن المبادرة الخاصة بتربية والتعليم وحياة كريمة اهو انا قدر اقول على ده ده من ضمن الحاجات اللي لازم تنضم ليه لانه انت هنا في البيئة في اسوان نخل حلو بيطلع يعني بيبقاله طبعا النخيل ده نقدر نستفيد منه فلو الحاجات دي تم تدرسها بتربية والتعليم كل محافظة لها عداية وتقاليد وليها بيئتها خدنا بقى الحاجات اللي في البيئة علمنا الاطفال او الشباب او النساء علمناهم الحاجات البيئية يبقى بالتالي هنلاقي بعد كده عندنا مشاريع صغيرة اجمل من كده مفيش خلينا نكمل الكلام ده مع رائدة الاعمال الجميلة اللي ايديها انا شايفها وهي بتغزل في الشهرنة الحلوة دي فاطمة محمود رائدة الاعمال بأسوان مساء الخير يا فاطمة مساء النور اهلا بحضرتك يعني انا مبسوطة جدا بالصورة وشايفة ان انتي بتعملي كمان هي الشنط اللي باينة عندنا بألوانها الجميلة شايفها بتعمليها بإتقان وبألوان بديعة اهلا بسلامي ربنا يخليك ما هو زي مقصان فيها الألوان بتاعت النوبة وال احنا بنحاول بنوظف الحاجات دي في المنتجات اللي احنا بنعملها طب انا شايفة يا فاطمة جات لك الفكرة منين يعني انا شايفة كل الحاجات الحقيقة بديعة وجميلة وليقة على البيئة وليقة على أسوان يعني جات لك الفكرة ازاي عمتا هي أسوان مشهورة بالنخل وان هي فيها نخل كتير فاحنا بنحاول ان احنا نستغل ونعمل اعادة تدوير لي وانا زمان من حوالي 6 سنين كده كنت بشتغل في مصنح كان بيعمل اعادة تدوير لمخلفات النخيل بس بطرق تانية غير الترق ولمخلفات تانية فانا من هنا من بعد ما انا اشتغلت لان كنت باشتغل انا وبدرس ومن هنا بقيت تجدت ان انا لا احب ان انا اعمل مشروع اطلع تصميمات اللي انا احب ان انا اعملها استوحيها من البيئة اللي انا موجودة فيها وعيشة فيها وكمان وظفت معي بنات وفيدات عدد البنات اللي اشتغلوا معيك كانوا قد ايه يا فاطمة عشر بنات والعشر بنات بقى عندهم نفس الاتقان ده يعني بيعملهم معاك بقى عندهم نفس الجودة ونفس كل حاجة حتى فيه يعني احنا منعمل يعني نلخوذ عادة تدوير مش زي ان هو مقتصر على القفة بس احنا منعمل ونتجات بغرز جديدة بمقاسات بنات انها تنسب كل المشاوير فمنحاول ان احنا كمان نواكد العص في الزينات اللي احنا بنختارها والكمان الخنات اللي احنا بندفها انا شايفكي كمان يا فاطمة في الصورة هنا شايفكي بتحطي الجلد معاها بتحطي قماش ملون والحقيقة شكلها لطيف جدا ممكن الفتاة في المدرسة في الجامعة حد سائح زائر في الرحلات يعني اعتقد ان هي يعني بتفيد ناس كتير بالضبط احنا بنغير فكرة ان الخوط لشنطة البحر بس لا احنا بنعمل شنطة ناس بكل المشاوير يعني ده اكيد كمان شكلها حل وفي نفس الوقت كمان هي عملية جدا في الاستخدام بتاعها وبتقيش كتير جدا يعني طبعا لانه كمان النخيل معمولة من النخيل من حاجات في البيئة فبيبقى اعتقد جامد يعني احسن من الخوص يعني ومن حاول ندمج يعني الجلد الطبيعي بتجيب كيما اكتر يعني يعني من هو كمان الجلد الطبيعي غير الجلد الصناعي مثلا الجلد الطبيعي بيعيش سنين كتير انتي عندك مكان يا فاطمة بتشتغلي فيه ولا انا شايفكوا قاعدين بتشتغلوا تقريبا في مكان مفتوح ولا ده كان للتصوير لكن عندك مكان بتشتغلي فيه ولا يعني منضمة الجمعية في حد بيساعدك بيسوق الحاجات بتاعتك احنا عندنا شركة مسجلة شركة مسجلة في 2021 وعندنا مكان ورشة بتشتغل فيها وكمان نحن بنحاول دايما نحن نستغل البيئة بتاعة أسوان فدايما لازم نحن نطلع نحن نشتغل في أماكن مفتوحة بحيث نطلع الهامي اللي جوان اكيد حاجات جميلة جدا والله يا فاطمة وانا شخصية لو رحت أسوان انا حاجة ازورك يا فاطمة علشان انا محب اشوف الحاجات الجميلة دي المصنوعة بيد يعني السيدات المصريات والبنات المصريات حقيقي حاجة جميلة تحية لك يا فاطمة والكل العشر فتيات اللي معاك تحية لنا منهم في التساعة ودايما تقدموا حاجات حلوة بشكرك جدا يا فاطمة طيب يعني حاجات حلوة يعني بجد يعني أنا ببقى سعيدة جدا صدقوني هي دي المشروعات الصغيرة الحلوة ما هو كمان يعني البنات والفتيات والسيدات يقدروا وهي موجودة في المحافظة بتاعتها وعندها موهبة وعندها البيئة بتاعتها وعندها جمال البيئة بتاعتها تقدر تصنع حاجة من بيئتها صدقوني بتبقى أحلى من كده مفيش فانت لو روحت أسوان وتلاقي كل المنتجات اللي هي خاصة بالبيئة انت بتستمتع جدا زي مثلا ما تروح سيوة فتسوف الحاجات الخاصة بسيوة نفسها بتبقى مقبل وعايز تشتريها تروح مثلا سينا تلاقي الحاجات اللي بيعملوها بمشغولات اليدوية يعني في كل مكان لي حكته الحلوة هي مشروعات صغيرة ولكن مشروعات مهمة جدا الدول تتقدم كثيرا جدا في اقتصادها أحيانا تقفز بمشروعات صغيرة لأن انت أسر 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 بتنتج يعني المجتمع كله يشتغل الصين عموما بتشتغل بالطريقة دي يعني انت ما بتروح الصين بتلاقي مشروعات صغيرة كتير وتلاقي مشروعات كبيرة فمش بشرط بس ان انا يبقى عندي مشروعات عظيمة كبيرة ممكن تبقى مشروعات عظيمة ولكن كمان يبقى عندي مشروعات صغيرة الشباب يعملوها الفتيات يعملوها وتطلع بهذا الشكل وكمان انت بتدعم الحاجات الحلوة اللي عندك احنا عندنا في محافظاتنا كنوز نقدر نقدمها طول الوقت خليني أختم بالفقرة الحلوة دي ونكمل معاكم فاصل قصير ونرجع نستكمل معكم التاسعة لهذه الليلة يعني الحقيقة الفقرة اللي جاية دي انا شخصيا عايزة عرف عنها حاجات كتير اي حاجة فيها تكنولوجي اي حاجة ممكن تنقلنا اي حاجة ممكن تنقل التعليم حصوصا انت في دولة ما بقيتش بتبص على مبارح ولا بتبص دلوقتي يعني دولتنا بتبص على بكرة وبكرة البعيد يعني مش حتى بكرة اللي هو كمان سنة سنتين لا احنا بقى عندنا دولة بتبص معاك بستراتيجية بعيدة وده اللي بيبني الدول في مؤتمر مصر تستطيع كان في ملف تطوير التعليم بتطبيق البرمجيات وطبعا احنا عارفين انه مصر طول الوقت يعني بتقطع شرط كبير جدا في مجال التطور سواء ده كان فيه مستوى الاتصالات او زي ما قلت لحضراتكم البنية التحتية او حتى في التعليم اللي الدولة بتحاول كمان تقفز به يعني حتى لو فيه ناس طول الوقت تتكلمك على التعليم وعايزين وعايزين فتحس ان الدولة يعني بتحاول ان هي تنقل في حاجات سريعة جدا نقدر نعمل شرط كبير خصوصا ده حاصل وكلنا يمكن بدأنا نشعر به في استخدام كبير جدا لاحدث التقنيات لتطوير منظومة التعليم النهاردة انتو معارفين كمان انه الشباب والناس اللي بيشتغل على التاب واللي بيتعلمه واللي بيدخله اونلاين والشباب كلهم عموما بيتعاملوا على سوشال ميديا والبلاتفورم وكل الحاجات لكن الاهم انه يطور نفسه بالتعليم يعني نعرف نقول برمجيات ازاي ممكن تطور كل ده دكتور يعني عندنا طبعا هيكون معانا في الزفتي دكتور مهندس دكتور رشيق حسن المراغي هو الرئيس التنفيذي لشركة صافي كواليتي للبرمجيات الهندسية اللي هيحدثنا على كل هذه الاشياء وحيكون ابرز المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وهو كمان صاحب مبادرة تطبيق البرمجيات في تطوير التعليم مساء الخير يا دكتور مساء الخير حضرتك طبعا حضرتك من كندا فالجوة عندنا هنا بالنسبة لك يعني دافي جدا لا أفضل بكتير من هناك أفضل بكتير لأن في حوالي نقص 40 يمكن انبارحه النهاردة أكيد طيب دكتور احنا لما بنسمع عن البرمجيات وازاي نقدر احنا زي ما أنا قلت مصر ما بقتش بتبص بكرة ولا بعده احنا بنقفز فعشان أنا والعالم كله دلوقتي بيروح ناحية التكنولوجي العالي اشرح لي كده بشكل بسيط والله ده حضرتك سؤال مهم جدا وهحاول أرد عليه على قد ما أقدر وأحب بس يعني أذكر حاجة سيادة الوزيرة نبيلة مكرم قالتها بخصوص هذا الموضوع فهي بتقول العلم طريقنا لتحقيق أعظم الإنجازات في الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان يعني في علاقة مباشرة دلوقتي بين هدف الجمهورية الجديدة والعلاقة بين العلم وبناء الإنسان تمام فدلوقتي يعني في في إطاق هذا الإنسان يعني احنا عندنا دلوقتي شباب طلعين من جامعات كتير لأن سابقا كان في مثلا في وقتنا جامعة القاهرة اسكندرية عينشمس لكن النهاردة في جامعات كتير ففي خرجين كتير من الشباب وعاوزين نلائلهم فرص عمل طبعا مش بس فرص عمل ما حصل العمل ما احنا ممكن نشوف فرص عمل بس طبعا العائد منها مثلا يبقى متوسط لا احنا عاوزين فرص عمل العائد منها مرتفع تمام ده دي اللي هي الدول المتقدمة ومصر طبعا ماشي في هذا الاتجاه لان لما هنشوف يعني اللي بيحصل في مصر حاليا وانا طبعا يعني عايش بره معظم الوقت ففي تطور كبير جدا يعني القفزة اللي مصر بتعملها دلوقتي لا يمكن اي حد ما ينتبهش لها بس دي كمان بتدي يعني احتمالات ان نشوف احنا ازاي نقدر نشارك فيها لان طبعا يعني كالترخير الرئيس الرئيس السيسي عمل اللي يقدر عليه بس اللي حواليه او اللي زينا او المسؤولين لازم يعملوا برضو كله يمد ايده بالضبط ما نقدرش بس نتفرج على الحاجات الكويسة على الانجازات ونبقى مصرطين طيب فيه ابتكارات وفيه تطوير بالضبط طيب كلمنا بقى يعني البرمجيات بالضبط ازاي ممكن تطور منظومة التعليم تمام هو دلوقتي حضرتك يعني الجامعات وعدد كبير من الجامعات اللي موجودة الكلام اللي انا هقوله على فكرة يعني هقوله انا مهندس انشائي لكن ينطبق على اي اي فئة اخرى على الزراعة الصيدلة التجارة فالكلام ده ممكن يتنقل هي التقنية بزبط هنقدر نستخدمها في اي مجال بزبط بس انا هتكلم بالنسبة اللي احنا بنعمله فيه الانشائي نعمل زي ما داما بنقول بالطريقة الرياضية ماتريكس ونملاها كل ركن منها ياخد ياخد شق يعني مثلا دي الهندسة ده الطب ده التجارة وهكذا بحيث ان دي مهمة جدا لان الدول المتقدمة مثلا في التكنولوجي زي الهند الدخل بتاعهم وصل حوالي 400 او 500 مليار جنيه بس من التكنولوجي طبعا لانه للهند تبنت هذا مشروع بزبط يعني احنا بنتكلم على الهند ونقول ايه اكتر الدول في البرمجيات عالية لازم يقفز اسم الهند وانا بقول لحضرتك يعني مصر ملهاش يعني حاجة تنقصها وتنقصها عشان توصل للمستوى ده هي بس يعني عاوزة تفكير وعاوزة تنظيم وعاوزة يعني البرامج القومية اللي بنولى عليها والحاجات دي لازم رؤية واضحة على اساس نوصل لهذا طب ندخل بقى في الرؤية بزبط فدلوقتي اهم حاجة بالنسبة لنا او اللي انا عاوزة تكلم عليه بصراحة الشباب اللي طالع من الجامعات طبعا الاجيال السابقة اللي هي تعودت على حاجات معينة حتى في المجال بتاعنا اللي هو تعود على برنامج جاي مش عارف منين بيتعود عليه وبيستخدمه بنجاح وكل حاجة مفيش مشكلة بس انا بتكلم على مثلا لو كنا بنتكلم على توصين تكنولوجي زي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي بنظر الى الشباب اللي هو هيبقى عنده انفتاح زهني بحيث يتقبل ويتعلم وبعد كده هيلاقي في ايده تولز او ادوات ادوات اقدر يطور كمان اقوى من اللي موجود حاليا اكيد وهتبقى بطريقة سهلة وهذا فطبعا دي هنتكلم فيها فالشباب دلوقتي بيطلع من الجماعات درس يعني لو بنتكلم بالناسبة للهندسة الانشائية او الهندسة عامة درس الهندسة بطريقة جيدة جدا في الجماعات المختلفة سواء حكومية او خاصة او هكذا او عاملين اتفاقات مع اوروبا او كندا او امريكا مفيش اي مشكلة في دي بس خلينا نقول ان بعد ما يتخرج وهو لازم يشتغل في مجال معين ويصمم هيصمم ايه احنا في المجال بتاعنا عندنا اربع اربع مجموعات تصميم مباني بنتكلم على مباني جميع انواع المباني ممكن تبقى مستشفيات ممكن تبقى جامعات ممكن تبقى منازل ممكن تتعمل بالحديد بالاسمنت بالخشب او باستخدام البيئة او بالزبط اه تمام فهيلاقي فرص ووسع جدا في المجال ده مجال تاني احنا يعني عندنا هايك بتقول هنا على التطبيقات بزبط استخدام التطبيقات جديدة بأشياء حديثة لازم هتدي له فرصة انه كمان يطور بزبط يشتغل عليها ويطور يعني حضرتك مثلا المهندسين اللي عندنا في امريكا او كندا الزغيرين انا بتكلم عن الزغيرين ما بتكلمش على الشركات الكبيرة اللي عاوز يروح يشتغل في شركة كبيرة اهلا وسهلا ما فيش مشكلة بس عدد كبير من المهندسين حكومي او برايبيت ولا حاجة وبعدين عاوز يعني زي ما تقولي زي مثلا ما يكون عندنا حمامة عصفور عزة طير بجنحتها فعاوز يفتع الشركة فهو ده اللي أنا بهدف إليه يعني فانفرد مثلا وحنا حضرتك تتكلم على مثلا ممكن يكون اللي أنا كنت بقول عليه المشروعات الصغيرة الصغيرة حضرتك هي دي أهم حاجة طبعا عسل مش هنيجي النهارده نلاقي شركة ملتي ناشنال ونتكلم عليها دول خلاص يعني عندهم سيستيم وعندهم لا لكن لو بنتكلم على المشروعات الصغيرة يعني احنا مثلا لو أخدنا وأنا هشرح يعني في فترة جاية إيه اللي عندنا اللي ممكن يستخدموه فانفرد أنه عندنا مثلا ألف شاب طريقين من الهندسة تمام من جميع الأماكن أنا بكلمش على القاهرة بس تمام بكلم على الصعيد والريف والساحل وها كذا ما فيش مشكلة ألف واحد احنا ممكن ندي لهم البرنامج اللي هو هيبقى في التخصص بتاحهم أنا بكلم بعد ما يخرجوا من الجامعة لأن الجامعة خلاص انتهينا يبقى دلوقتي دورنا احنا في تدريب هذه الفئة من المهندسين وتسلحهم بحيث أن كل واحد منهم ممكن الهيئات اللي موجودة تبتدي تدلهم مشاريع مشاريع صغيرة وممكن حتى يتلموا مع بعض ثلاثة أربعة أو خمسة ويبقى عندهم مكتب صغير ويبقى عندهم مكتب صغير مصبوط وعندهم عشان نشرح للمشاهدين وعندهم تطبيقات معينة بيتدربوا عليها يعني مثلا خلينا ندي مثال يا دكتور يعني احنا مثلا لو بنتكلم عن أنا مثلا هعمل قرية أو مشروع لمكان مثلا في سعيد مصر وعايزة استخدم مثلا البيئة المخيطة وعايزة استخدم مثلا الشمس في حاجات كتير فإذا هنا هيبقى عنده فرصة يدخل ده تطبيق على الكمبيوتر بتاعه من خلال برنامج معين بزبط ويبدأ ينفذ ده بزبط ده سليم في أي مكان ممكن الكلاي ده نتم وفي أي مجال يعني دلوقتي بطريقة بسرعة جدا أنا مش هخش في التكنيك الكتير لكن هتكلمنا على المباني ممكن نتكلم على الكباري بجميع أنواحها الكباري طبعا يعني ممكن يبقى فيه استخدام أكتر ليه أكيد يعني فيه مهندسين متخصصين مثلا في الكباري مش بس تصميم الكباري صيانة الكباري وده ممكن مقاوي مجدا لأنه أنا مش بعمل الكبري أنا كمان عايزة يبقى منصان طول الوقت في الأماكن اللي احنا عايشين فيها معظم المال بالنسبة للكباري في صيانة الكباري ما بيبنوش كباري كتير زي مصر لأن مصر كان ناقصها فبنت كتير وبتبني وهيكمله لكن السيانة مهمة جدا يعني دلوقتي دلوقتي حاليا يعني نفهم الموضوع ده لأن أنا فاكر لما كنت بكلم بعض المهندسين الشارعين بكلم على على التصميم كل واحد كويس قوي فاهمين بعض لكن لما كنت بكلم على الإفاليويشن أو السيانة الحديث اتغير طبعا فإذا أنت حضرتك بتفكر أن أنا لما يعني أعمل المنشأة اللي هعملها أي إن كانت كباري أو غيره لازم أكون حاطت دوليا مهمة جدا لأن لو اتأخرنا عليها هيبقى تكلفها عالية جدا أكبر وحخصر اللي أنا عملته وبعدين مش هيبقى عندنا النوهاو العلم إزاي نعملها إزاي نعملها لأن دي أكواب متخاليفة وبتكلفة أقل لأن أنا لو أعمل سيانة دورية بانتظام فأنا إذن حميت مشروعي طيب اسمح لي أكمل ده بعد الفاصل يعني هناخد فاصل قصير حقيقة هو موضوع مهم جدا إحنا طول الوقت ما الهند قدرت تقفز بالاقتصاد بتاعها وبالتطور بتاعها بالبرمجيات زي تقدر تخلي كل حاجة على التكنولوجيا اللي هي موجودة تحت إيدك طول الوقت فاصل قصير ونرجع نستكمل باقي النمازج ونقدر نعرف برضو بعض المعلومات مع دكتور رشيق حسن المراغي نستكمل الحديث سعودوا إلينا بعد قليل حقيقة كنت بتكلم مع يعني مهندس دكتور رشيق حسن المراغي وإحنا بنتكلم إحنا ما عندناش مشكلة في مصر يعني يمكن النموذج الهندي في البرمجيات لما بنتكلم لو أنت بصيت كده على الهند بشكل يعني كبير بصيت على الخريطة فهتشوف يعني كمية يعني التعدد بقى من الديانات ما بيكلموش نفس اللهجات ونفس اللغات والحقيقة فيه اختلافات كتيرة جدا نسبة الفقر العالية عندهم مشاكل كتير ولكن في العلم متفوقين وعندهم مشروع زي مشروع البرمجيات والكمبيوتر والصناعات واقتصادهم عالي جدا لأن هم بيشتغلوا طول الوقت وبيبحثوا في العلم ده حقيقة يعني كنا مو زجع طيب أنا عايزة أرجع مع حضرتك كنا تكلمنا على أنك حقيقة قلت أنه لو بنعمل الكباري فإذا قدام أن أنا أقدم مشروعات زي الكباري أو بنية تحتية قوية زي ما مصر بتعمل فإذا في نفس المشروع لازم يكون عندي الصيانة ده مجال مهم جدا وممكن الشباب اللي هما هيتخصصوا في هذا الموضوع دي تفتع فرص عمل كبيرة جدا لأن الكباري في كل حتة وفي كل مكان وهتحتاج المجهود ده وده مجهود علمي هندسي يعني ما هواش بالتقريب فده مجال الموضوع الثاني الكهرباء يعني احنا متخصصين جدا في تصميم أبراج الكهرباء والمحاولات والتلي كومينيكيشن اللي هي أبراج تلي كومينيكيشن والإنارة في الشوارع في الهايويز يعني عندنا 15 برنامج مختلف وفي برامج متخصصة جدا اللي هي عندنا مش موجودة في حتة تانية طيب أنا برضو عشان الناس تبقى عارفة البرامج دي تبقى صالحة لمن؟ طلاب المدارس ولا ما بعد الجامعة ولا الجامعة والله يا حضرتك هو طبعا في الأول لو هنرجع عشرة أو عشرين سنة حتى في كندا أو أمريكا ما كانوش بيستخدموا البرامج بالطريقة دي لكن دلوقتي اتغير يعني جامعات اللي احنا بنتعامل معاها وعندها التكنولوجي بتاعتنا كان الأول سنة ثلثة ورابعة دلوقتي من سنة أولى في الجامعة يعني ليه؟ لأنه لما يتخرج من الجامعة بعد ما أخذ العلم من أستاذه والأسادزة الكبارة لموجودين كل عدة وموجودين في مصر برضو ما هو ده لازم زي عصفورة أو حمامة هتصير بجناحتها هيبقى مسؤول على التصميم اللي بيعمله ويعمله بايه؟ هيعمله بس بإيده ولأ محتاج تكنولوجي فأنت هدريك بتتكلم على منظومة التعليم في مصر أن يدخل في الجامعات ولا ما قبل الجامعات والله يعني كل ما يدخل لا الجامعات بس كل ما يدخل بدري يبقى كويس يعني ممكن بعد الأسادزة يقولوا سنة رابعة عشان المشروع التخرج الدنيا اتغيرت دلوقتي فيه مشروعات تخرج كتير فيبقى عنده برمجيات معانة ويدخل مشروع عليه وده بقى حاصل في عدد من الكليات الحقيقة بقى حاصل يعني احنا عاوزين الطالب اللي هيطلع من الجامعة أنا بكلم على الهندسة الانشائية بس أنا يجب أن أقول لحضرتك من الأول اللي أنا بقول لدلوقتي في الموضوع ده ينطبق على أي موضوع تاني بس أنا أتكلم على الهندسة الانشائية احنا عاوزينه لما يتخرج من سنة رابعة وإحنا بنقول قدرته إيه لا نديله مسئولية يبتجي تصمم يا مباني يا كباري فيبقى مشروع التخرج بتاعه وتصميم هو بيبقى عندهم مشاريع تخرج كده بس يمكن بتبقى ورقية أو كانت ورقية ما هو شبها بك المسئولية في الحاجات اللي زي كده أو في تصميم الحفارات المائية أو البرية مسئولية كبيرة طبعا يعني عاوز أقول لما يتخرج اللي دخل في هذا المجال لازم يتحمل المسئولية حيشتغل كمان على طول بزبط فأنت كده بتأهله لسوق العمل 100% ولذلك لازم نفكر إزاي نقدر نوطن باع التكنولوجي يعني احنا مثلا اللي احنا بنعمله ده بنعمله من حوالي 35 سنة وبعدين ما بنعملهش في أي مكان احنا بنعمله في أمريكا وكندا يعني بالنافس أكبر الشركات العالمية بالنافس الشركات اللي هي حجمها أكبر مننا بكتير بس المهم مش الحجم أو المال المهم قيمة المنتج واحنا متفوقين فيها الحمد لله التفكير والإبداع الزبط وإيجاد حلول وإيجاد بدائل وإيجاد يعني أشياء ابتكارية كتيرة ما هو الشاب حضرتك اللي احنا بنتكلم عليه ده ده حتى لو ما كانش عنده أموال في البنك بس أمواله في ذهنه طبعا اللي بيها هيقدر يعمل كل حاجة هو احنا عادة يا دكتور بنقول انه التعليم هو أكبر وأفضل مشروع لأي أسر يعني أنا لو بعلم أولادي النهاردة تمام وأنا يعني بحط كل ما أملك في تعليم أولادي بحيث أن هما يفضلوا أفضل وأحسن أنا عملت كنز جواهم وحضرتك في هذه الحالة تشيل العبء من الدولة طبعا لأنه هو قادر يعني ممكن يكون مثلا ثلاثة أربعة ومثلا جارين مكتب صغير وعندهم سوفتوير أو اتنين أو تلاتة من المجال اللي هما يحبوا يشتغلوا فيه ويبتدوا ياخدوا مشاريع فالدولة لازم تشوف الطريقة أنها هتدلهم بعض المشاريع لأنه المشايدار يروحوا نفسه هل مثلا المشروعات دي اللي حضرتك بتقول أنه الطلبة يبدأوا مثلا يعني حتى وإن كان في السنة الأخيرة فأيا كان يعني لو أنت إحنا مثلا علشان حضرتك تخصصك في الهندسة الإنشائية فإحنا بنتكلم عن الهندسة الإنشائية لو ده موجود في السنة الأخيرة ولكن أنت عايز يبقى موجود في كل الجماعات في كل الجماعات وكل التخصصات وبدري عن السنة الأخيرة آه يعني بنتكلم من سنة تانية بداية التخصص أحيانا ممكن يعني هو طبعا ممكن يعني المسؤولين يفكروا في الموضوع ده بس إحنا مثلا في كندا وامريكا بيبتدوا سنة أولى يعني أول ما دخل بيبتدي يتعلم حاجة بسيطة وبأصل التكنولوجي دي اللي هي أخذت 35 سنة عشان نبنيها ما هي دي أجزاء ما هي دي اللي بتخلي الدول المتقدمة تقفز يعني يعني فإحنا عاوزين نقفز معها كمان حضرتك يعني يعني مشاركة مثلا سيدة الوزيرة نبيلة مكرم بالأفكار اللي عندها يعني أنا كتير لما بكلم معها في التكنولوجي أنا بتعلم منها دلوقتي الأفكار دي مفروض على المستوى ده على المستوى الرئاسي تتنقل للوزرات المختلفة للوزراء المختلفين طبعا وبعد كده لازم يبقى فيه قرار يجاي من رئيس الجمهورية يجاي من رئيس الوزراء وهكذا بحيث أن احنا بنتكلم على توطين التكنولوجي طب هنوطنها ازاي لو احنا النهاردة مش عاوزين نعملها بس هي يعني خلينا نقول سورة حضرتك هي مع يعني الوزيرة الدقوبة التي تقدم أفكار كثيرة الحقيقة يعني عايزة برضو أقول لحضرتك أنه هل فيه المبادرة اللي حضرتك بتقدمها هيكون فيه بقى زي بريزنتيشن وشغل فيه حضرتك من أبرز المشاركين في مصر تستطيع هو حضرتك أنا عملت بريزنتيشن لما حصلت الدعوة لعلماء مصر وأنا مش عاود صبعا أتكلم عن نفسي أو أفتخر بنفسي الموضوع مش كده خالص أنا بتكلم عن الشباب لكن طبعا يعني وجدت أنه فيه اهتمام شديد من الجميع ده حتى الله رحمه الفريق العصار أنا اجتمعت معاه على الموضوع ده بالذات بس إحنا عاوزين نوصل لمرحلة أنه فعلا نبتدي ننفذ الكلام ده يعني خلاص تقريبا الموضوع ده معروف زائد أنه هو اتجاه الدولة يعني الرئيس السيسي عاوز توصين التكنولوجيا لازم مختلفة دي حقيقة يعني أنا مثلا الأسبوع اللي فات كان عندي دعوة أن نحضر في الهيئة الأندسية توصين موضوع تاني خالص ما لهش علاقة بموضوعنا اللي هو إلكترو ميكانيك وتعلمت كتير جدا لأن شفت إيه اللي بيحصل يعني فيه حاجات بوزيتيف وفيه مشاكل لازم تتحلق وهكذا فالواحد تتعلم وبعدين السيستم اللي هو هيعملوه لتوطين حاجة ما هو ممكن يستخدم لتوطين حاجة تانية يمكن معرفش حضرتك كان عندك فرصة تتابع أسبوع يعني أسبوع إنجازات الصعيد اللي كان موجود فيها السيد الرئيس ومر فيها على محافظات الصعيد وكان بيهتم حتى بالمزارعين إن هم يدخلوا على جداول التنمية والابتكارات والتحديث بشكل عام فأعتقد إنه يعني الدولة المصرية كلها بتدور على نفس الشيء يعني إحنا بنتكلم على مصر الرقمية مصر اللي بتروح لمنطقة تانية يعني في نفس الموضوع يعني لو نتكلم على الزراعة النهاردة الزراعة ممكن تتعامل على الأرض أو ممكن يصمم لها بعض الهياكل أو المنشآت وبيعملوا الزراعة ودي في البلاد اللي عندنا البرد أول حاجة يعني كل الموسم وحتى في البلاد زي نظام الصوب يعني زي بمصر بتعمل الصوب فنشوف المهندسين اللي هم هيصمموا الصوب بأشكال أو نعوة طالفة اللي هم في الصعيد مثلا يعني كل مجموعة زي مشروع مصر مثلا 100 مليون اللي تم فيه زراعات كثيرة جدا فممكن أن احنا نطبقه في أماكن كثيرة حتى لو ما كانتش على أرض زراعية تقصد اه طبعا الأرض الصحراء ده هده هي يعني انتاخدش يعني بالذات الأراضي اللي هي مش زراعية يعني الأراضي الزراعية ممكن بس كمان ممكن وبطريقة أخوة كمان الأراضي غير الصلحة للزراعة كمان السحروية مثلا اه طبعا ومصر فيها نسبة أراضي سحروية عظيمة يعني ضبط فالمهندسين اللي طالعين من جماعات في أي مجال يعني منقول مباني كباري أبراء كهرباء ممكن ناس تزرع الأسطح اه السلام تبقى حاجة بديعة في بلاد بيعملوها بس طبعا الحاجات اللي زي كده محتاجة بقى طبعا يعني علم سليم عشان ما يحصلش انهيارات أو مشاكل في المباني عشان الميا فهنا محتاجين المهندسين برضو طبعا فدي يعني هتبقى فرص عمل موجودة زاد ان احنا عاوزين ما ننساش نقطة مهمة جدا اللي هي عاوزين نصدر لأفريقيا والبلاد العربية طبعا هنصدر لأفريقيا ازاي لو احنا نفسنا مش عاوزين نوطن التكنولوجي ونستخدمها في المشاريع القومية ما نقدرش بس نعمل مشاريع طب وعملينها بايه بأنه تكنولوجي كمان ده أسئلة تتسئل طبعا اللي هم تعود على تكنولوجي معينة هيدافع عنها وهكذا بس أنا ما بتكلمش أنا بتكلم على مشروع وطني ما بتكلمش على مشروع معين أو هذا طبعا فدي تحتاج رؤية عليا من ناس عندهم القدرة على تحليل هذه الأمور ويدرسوا ايه اللي موجود ايه اللي مستخدم وإيه اللي ممكن نعمله مثلا بتكنولوجي زي اللي احنا بننتجها من 35 سنة طب ما زي مثلا الكهرباء لأن مصر قطعت شوت في الكهرباء بشكل كبير تمام وبقى فيه استقرار وبقى فيه يعني تنوع وبقى فيه عندنا زي ما نقول النور المستدام والمتجدد والطاقة المتجددة يعني فأعتقد ان احنا ممكن ده كمان نضيف عليه البرمجيات فتقفز فوق القفزة اللي انت قفزتها حضرتك احنا لما طبعا يعني في المجال بتاعنا احنا بنعمل تحليل تصميم بس احنا حاليا بنركز كتير قوي على بعض التصميم نعمل ايه نقف لا احنا بنكمل البرنامج دلوقتي بحيس نروح للتصنيق للصناعة فيه زي مثلا هايدرو كيباك في كندا اللي هما كان المشروع مثلا بياخد منهم سنة جوم قبلونا على اساس نقدر نعمل التكنولوجي ان يصمموا الكلام ده ويصنعوه في خلال اسابيع مصر محتاجة الكلام ده كمان بس ده جديد جدا يعني احنا حاليا بنعمل تجارب على هذه التكنولوجي ومصر هتحتاجها برضو ففيه فرص كبيرة للجميع الحقيقة كلها الحاجات يعني بجد يعني يعني فيها كده امل فيها علم فيها يعني تكنولوجي فيها تكنولوجي فيها تقنية جديدة ممكن نروح لها نتمنى بجد وانا سعيدة بوجود حضرتك وسعيدة بكل يعني كل يعني مبدع وعالم ودكتور ومتخصص من ابناء مصر اللي يقدروا فعلا ياخدوا مصر معاهم لان وكيد مصر تستطيع بجد وحضرتك يعني انا مش المسأل الوحيد يعني فيه عشرات من المصريين اللي هم موجودين في الخارج العلماء اللي ليهم تراك استوري ما نتكلمش على واحد لسه بدأ حاجة طبعا فان شاء الله تقدروا تتوصلوا بابيهم وان شاء الله نساعد البلد اكيد انا بشكر حضرتك يا دكتور ألف شكر نورتنا وشرفتنا شكرا اهلا بيك دايما في مصر مصر تستطيع بكل رموزها وكل ولادها شكرا لك يا دكتور زي ما شفتم كلام كتير حلو كلام فيه معلومات كلام فيه أفكار دايما الأفكار والإبداع لما بيتنفذ أكيد نقدر نوصل لحقب كمان مختلفة تلاقي مصر أحيانا الناس اللي بتيجي بتقولك إيه ده مصر اتنقل اتنقلة تانية احنا عاوزين كمان ننقلها تانية وتالتة وربعة يعني فاصل قصير وحنعود الحقيقة أنا سعيدة أنه حيشرفني النهاردة لقاء الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأحب أسعيدة باللقاء معايا أرجوكم كملوا معنا بعد قليل في التاسعة الحقيقة فقرة أنا شخصيا سعيدة بيها جدا لقاء الشيخ دكتور أحمد كريمة بارك الله وسعيدة جدا أن أنا ألتقي بيه وسعيدة أن احنا نتحاور كده معاه في يعني نقاط مهمة نساء الخير على حضرتك وأنا سعيدة جدا برقاءك يا أهلا بسعادة الدكتورة وإحنا والله أسعد وربنا يا جديمك دايما رمز وقمة إعلامية أشكرك يا فني بارك الله أنا الحقيقة بالبساطة عايزة أفتح كده معاك موضوع والموضوع بقى موجود بشكل فخيف فكرة الشماتة في الموت يعني يتوفى إنسان وبعدين تبدأ أنت تلاقي ناس تفضل يا تشمت فيه بالكلمة يا تشمت فيه ببعض السور يا تشمت فيه بأنها قيل وقال وحكايات وفيديوهات وأشياء كثيرة جدا يعني نعم فإزاي وصلنا لهذه الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وكان أمر الله قدرا مخدورا وكان ذلك في الكتاب مستورا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائل إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وبعد فأولا أحييكي وشرف لي أن أكون في صحبتك في هذا البرنامج الواعي الشرف لي يا فاندم الله وطرح هذه القضية المأسوية ألا وهي الشمات في الموت غريبة كل الغرابة عن تقاليدنا الشرقية بصفة عامة سيدتي في أخلاق الجاهلية لها العصور الوسطى يعني الجاهلية في التاريخ العربي يقابل عصور الوسطى قبل الإسلام كان من شيء من الأخلاق أو من مكارم الأخلاق أو من قيم الأخلاق عدم الشمات حتى بالأعداء يعني لما جاء سويد الأزدي رضي الله عنه في وفد إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالمهم الرسول لما أعجبه ما رأى من سمتهم وزيهم وفصحتهم إلى آخره قال من أنتم قلنا مؤمنون قال مهلا فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم قالوا خمس آمنا بها وخمس عمنا بها وخمس تخلقنا بها خمس الإيمان دي معروفة وخمس برضو الإسلام معروفة خنافي الخمس الأخلاق التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والثبات عند اللقاء وطرك الشمات بالأعداء بالأعداء مش بالأشقاء اللي هو حتى ما تشمتش في عدو في عدو شوف جنابك إخلاق ما قبل الإسلام ما يعني كانت في الجاهلية لما جاء الإسلام أبقى على هذا الخلق طبعا وزاده النبي إضاحا فقال صلى الله عليه وسلم لا تزهر الشمات بأخيك فيرحمه الله ويبتليك شوف هنا بقى على فكرة الذي شمت به يعني ربنا يقدم له رحمات وانت تبقى المبتلة بالضبط الجزاء من جنس العمل فالحقيقة أنا معك إن الموضوع يحتاج إلى دراسة من علم الاجتماع وطبعا يقع علينا نحن في العمل الأكاديمي أو الدعوي مسئولية كبيرة لأن دي قيمة أخلاقية تسللت بسلبياتها بدل الإيجابية طب أنا هقول لحضرتك بعض الحكاية عشان الناس أحيانا بتتأثر بحاجات كتير جدا يعني خليني أضرب مثل يعني لو مثلا في حد اختلف مع حد وهو حي أيا كان الاختلاف في أي مجال في أي شيء وبعد ما مات هذا الشخص يرجع الناس يقول لك شفتوا عشان اختلف معايا يعني احنا بقر دلوقتي يعني احنا دلوقتي هاخد حقي منه شفتوا عشان عمل فيه ايه اهو أنا دلوقتي باخد حقي منه لأنه مات يعني وكأن الموت عقاب لهذا الشخص وهذا يدل على التراجع الوزع الديني أنا سأصارحك ومشاهدين ومتابعين معظم اللي موجود الآن إقامة طقوس دينية شكلية سطحية فقط لأن أصل لا يشبه الدين بس ليش الدين لمش الدين أصل أي التزام ديني سواء كان في الشريعة اليهودية أو في الشريعة المسيحية أو في الشريعة الإسلامية كتب الله كلها يبقى لازم الأخلاق الحاكم على التدين الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى خلوبكم فمن مكارم الأخلاق إنني لا أعاير الناس ولا أعيب عليهم يعني شف المربون أبو لي ويل لكلهما ذات اللوم وذات اللوم يصخر من ناس الله يفتع عليك هماز مشاء بنميم أولاً الناس دي غاب عنها أن الله يتجلب لطفه على الخلق يعني مثلاً ما همات ناس شيوعيين ملحدين سيتالين لينين كارل ماركس صحيح عادي لأن اللطيف والسطار بيسطر على الإنسان لكن لما يتبقى واحد يدعي أن فلان مات أنه هو هدده وقال له أنا هكون خصمك يوم القيامة فقال لك هو خد جزاؤه هذا خطأ وهذا تصور خطأ أنت عارفة ليه لأنه هو حتى اللي قال عنه بسوى هذه الكلمة هو نسى أو تناسى أنه هو شهيد من شهداء الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء اللي هم شهداء الآخرة هم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم خمس الغريق اللي مات في غرق الحريق مات في حرق الصاحب الهدم اللي مات في أنقاض والمبطون شهيد كل من أصيب بمرض عضال مزمن بنسميه مرض الموت في الفقه الإسلامي فهو شهيد فهو شهيد وأنه فسائلية في سبب الولادة فكيف ينصب الإنسان نفسه حاكما هل الله أعطاه الوكالة أو الوصاية على الخلق طب ما هو الله قال في القرآن الكريم إن الحكم إلا لله وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم رب إن إنسان يعني عندك مثلا طب ما سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطالب عم النبي أسأل الله يعني مات شر ميتة وهو من هو في الصبخ للإسلام فحضرتك أنا معك قلبا وقالبا إن فيه تردي أخلاقي ده كبير قوي جدا طب يعني إذن يعني حيك تحب تشرب مياه آه فضل يعني إذن إحنا خلينا نقول برضو إنه الشماتة يعني من يشمت فهو يضع في كفة من مات الحسنات والسواب بالضعب والأشياء الجميلة سيرحمه الله ويبتليك وبعدين برضو انت جرتيني لحديث جميلة الله ينور بصرتك اللي هو قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا ما الذي رغم عنده ولا متاع قال لا إن المفلس من أمة من يأتي بالصلاة وصيام وكذا وبحسنات وسهيئة لكن ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وأكل ماله هذا فيأخذ من حسناته إلى حسناتهم فإن فانت حسناته تحمل من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فأخذ هو عمال يأخذ سيئاته للوقت بالضبط على نفسه فكون إن إنسان يموت أولا الموت سبق ده أمر قدري يعني لأن ربنا هو الله يتوفى الأنفس حين موتها ده ربنا اللي قدر فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إنما إحنا نترفع ونقول حتى لو كان الإنسان بينه وبين آخر خصومة يقول وعند الله يتخف الخصوم بس يقولها سرا ليه لأن مش قاهرا لا ربنا علمنا في القرآن لا يحب الله الجهر بالسوء فهذا الترد الأخلاقي لمدية الحياة تراجع الوازع الديني غلبت وبكررها الجنابك ومشاهدينا وأتحملها غلبت التدين الهامشي السطحي التدين المغلوط أو التدين المخشوش أنا باتفق جدا مع حضرتك طيب إذن إحنا متفقين إحنا عندنا مشكلة يعني إحنا مصر دي بلد الديانات والتسامة والسماحة ومصر الوسطية بكل الديانات اللي موجودة على أرض مصر الجميلة وكل علماء الدين في كل دين ولكن أنت بتلاقي أنه يعني مع الاحترام الناس طول النهار تقول قال الله قال الرسول ولكن لا يعملون بما يقولون دي مشكلة يعني 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 المشكلة أن أنا أروح الجامعة وأخرج من الجامعة بس مفروض زي ما أنا رحت الجامعة وأخرجت من الجامعة أخلاقي تكون شبه خطواتي هو الآية القرآنية وضحت ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصيام لعلكم تتقون الحج فمن حج فلم يرفث ولم يصخب ولم 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 راجع من زنبه كيوم ولدته أمه ده إذا أدية العبادة بجوهرها يعني مثلا الذي يشمت في مصائب الآخرين ولا يرعي حرمتهم ولا يرعي أعراضهم هو نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرم الله يفتع عليك فإزاي؟ فهنا غياب كما قلت وأكرر وأكد الواجع الديني الحقيقي طب عارف لي يا دكتور لأنه الناس الحقيقة تتعامل مع الدين من السطح أي؟ يقرؤون بلا فهم نعم بلا عمل بلا عمق وبعدين تيجي منطقة جهاد النفس لأنه الإنسان أصله ربنا خلقه لكي يتدرب ويتعلم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلا ومن خلقه بالزبط فحضرتك هنا يعني إحنا نريد إعادة وهو صرحة وهو صرحة إعادة الشخصية المصرية لأنها تم اغتيالها من سبعينيات القرن الماضي بمعنى إيه؟ لما جاء الفكر الوافد من غرب البحر الأحمر من شبه الجزيرة العربية صدقيني ولما تم التلاعب ورقة الدين في السياسة والسياسة في الدين من هذه الفترة جاء أنا فكر متسلف وهابي بدوي بثقافة الثياب والشعور ملابس وشعور وقردوا جوهر الإسلام هي كانت عندهم القضية ما يزوروش القبور يعفو اللحة بكسافة بدون تهزيب قضية نقاب المرأة انتهى الإسلام عند هذا الحد ما فيش عمق لا إطلاقا وأما يظلم ويبغي في الأرض ومن هنا تفرعت ونشأت جماعات العنف الفكر من التكفير و جماعات العنف السلوك من إراقة الدماء وإطلاف الأموال وانتهاك الأعراض الغريب هنا ما والرسول أخبر عنهم أليقرؤون القرآن اللي أنت بأقلتي أقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم و صيامكم إلى صيامهم و قراءتكم للقرآن إلى قراءتهم دول الخوارج عن الإسلام هم الآن كسر بالثاء فنسأل الله أن يطحر أرض المحروصة من هذا الفكر الذي اغتال صحيح الإسلام أنا بأضع الأصابع أو صناع القرار في أي مكان و في أي بيئة و في أي زمان أن أساس التدين المغلوط المخشوش هو الفكر المتسلف الوهابي الذي تسلل إلى بلادنا اغتال صحيح الإسلام و جعل فينا هذا التردد هي فكرة أن مصر تعود إلى وسطياتها مصر تعود إلى منارة الأزهر مصر تعود إلى علمائها و طريقتها لأن العادات و التقاليد المصرية تختلف اختلافا كبيرا و كل بلد ولها و عاداته إذن كل بلد تتمسك بعدادها و تقاليدها و فكرها و شعبها ملبسا و سكلا و تفكيرا و لا تصدر ثقافاتها لأخرين و لا تصدر ثقافة لبلد أخرى لا تنتمي لنفس الثقافة و لنفس التفكير يعني أنا أعتقد أنه يعني خلينا نضرب أمثلة يعني حتى مثلا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الاحتفال بعيد الأم يعني كم كفروا الاحتفالات بعيد الأم والمولد النبوي و غيرها و غيرها و هي احتفالات المؤمنين يفرحوها و لها أصول و برسولهم مصلحة مرسلة الله يبارك فيك يعني إذا كان سيد النبع صليم احتفل بمولده بالصيام يوم الأسنين طيب كنا بالأمس القريب مع إخوتنا أهل الكتاب المسيحيين باحتفال ميلاد سيد المسيح عليه السلام تم القرآن زكى مولده و السلام علي يوم ولدته و يوم أموته و يوم أبعثه حية يبقى ميلاد السيد المسيح معظم و ميلاد النبي محمد معظم هؤلاء يجون بفقه البداوة بفقه البداوة و التزرع بأنهم سلف و سنة ده كده ما حصلش و بعدين حضرتك أهضروا أصول و مصادر التشريع الإسلامي والله انت ذكرت أشياء و أنا نحيك على صغفتك العرف و العادة و تعتبر يعني في صورة الأعراف خذ العف و أمر بالعرف و أرض عن الجاهلين جنابك المصلحة المرسلة يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام و المسجد ما كانش ليه مقاس فيما بعد جات المقاس ما كانش القرآن موجود في مصاحف صحيح لكان مجرد محفوظ لكن بعد كده تطورت الأمور إلى المصاحف و ثم ظهرت المسابح كل ده حضرتك من المصلح المرسلة هم جون بفكرهم الضيق و انتحالهم المزعوم اللي هو السنة و السلف الصالح فحرموا ما أباحه الشرح أكيد طب أنا هذكر لحضرتك حاجة يعني مولانا و أنا في السنة صغيرة الحمد لله يعني والدي يعني يمكن يعني أخدني أنا وأخوي صغير للحج كنا صغيرين جدا بس أنا فاكرة كويس قوي إن شفت ناس مختلفة عننا يعني بالذات يعني أهلينا من أفريقيا بيرتدون ملابس مختلفة و ربما تكون مثلا ألبطنا عارية و لكن هم متدينين صحيح و يلبيك اللهم لبيك و يدعون و يصلون و لكن بطريقتهم والله يا سيدتي عندنا في الأزهر أنا فاكر هذا المنظر حتى من وسط أسيا يعني عندنا موليزيا و أندونيسيا سيتقبل الله منهم تبقى لعداتهم بالضبط هذه هي عداتهم و تقاليدهم بالضبط فأنا لا أستطيع أن أنا مثلا أكفرهم لا 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 و هم إيه يعني يطفون حول الكعب المشرف بالضبط أحسنت فأعتقد هنا هي فكرة أنه كل دولة لها عدتها و لها تقاليدها و لها دينها و ربنا يتقبل و هو يحاسب بالضبط هو المحاسب هو الله سبحانه وتعالى شوف حضرتك يعني أنت برضو فتحت باب جميل حتى التنوع الديني يعني شوف ما ربون يقولي في القرآن الكريم إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابعين و المجوس و الذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل هو الفصل لو كل و إنما للأسف دلوقت ظهر فينا أوصياء أدعياء جهلاء فأسأوا إلى الدين قبل أن يسيئوا إلى الآخرين دي حقيقة طيب عايزة أروح لموضوع كمان مهم يعني أنه برضو إيه الشباب طرحينه هنا و أنا أحب برضو فوجود حضرتك نعم أنا بسمعها دايما الحجامة يعني يقولك إيه الحجامة دي مفيدة وبتطلع مثلا الأمراض وتشيل الألام و إن ده موجود في الطب النبوي و إن ده فيه ناس بتعملها تستفيد و فيه ناس ربما تسبب لها مشاكل هل هي فعلا موجودة في الطب النبوي لا شوفي السيدتي أقولي حضرتك حاكم أولا لا يوجد شيء اسم الطب النبوي لأن مهمات الرسول محددة في صورة الأحزاب في أربعة مهمات يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا ليس من مهمات الرسول أن يكون طبيبا صلى الله عليه وسلم بل بالعكس السيدة عيشة بتقول رضي الله عنها لما كبر سنه و كانت تخدم عليه وفود العرب و فيهم أطباء لهم تقول أعشاب فكانوا يصفون لرسول الله من هذه الوصفات فكنا نفعلها له خطبالك بس أخذها الناس بعد ذلك بإن داع عن الرسول لا 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 ألصقوها بالرسول كذبا ليه يعني الحجامة كانت موجودة قبل ميلاد الرسول نفسه دي كانت موجودة كعادة بدوية و هي مثل زي الكي بالنار و ما زالت على فكرة عندنا مناطق بدوية صحراوية في مصر في عدة أماكن معينة عندهم الكي بالنار دي عادة بدوية الحجامة عادة بدوية وصفات الأعشاب يا سيدتي هذه الأمور لا تتعلق بالتشريع ولكن يا سيدي هناك من يتاجر ليل نهار بالطب النبوي وبهذه الأقوال وغيرها و زي ما بيتجرب بلبن الإبل يعني وبقول الإبل دي فضيحة حضرتك دي كلها أشياء من قبيل العادات و ليست العبادات ليه؟ لأنها هي ما ردها إلى عرف البيئة وقتها لا أستطيع الآن أن أنا أقول الحجامة تبلعان بسكاري لو عمل الحجامة يجيله غر غرينا طبعا مش هتنفعله خدت بالحضرتك طبعا ولو كان الأمر و أنت عارف يعني هناك فاتو يمكن واحد يبع عنده نوع من أنواع الألام فواحد يقوله تعال تعال أنا هاخدك لفلان الفلاني ده بيعمل حجامة نبل إلحاء و هتفوقك و هتحسنك و ممكن يبع عنده سكر وتعمل له و أنا قلت لحضرتك لا فهنا إلساق هذه الوصفات العشبية و العادات التي كانت موجودة بالدين هذا خطأ لأنه قلت لحضرتك نحن عندنا عبادات و عادات العادات ما ردها العرف و العادة لا ألسقها بالبيت دين لأنه دي مش تشريع فاللي يجي النهاردة يروج للحجامة لبول الإبل للبن الإبل لفوائد مش حارف التلبينة للكلام اللي هما بيروجوه بعض العطارين و يغشوا به الناس و يخذعون الناس أنا أقررها كأساز للفخ المقارن والشريعة السلامية في جامعة الأزهر لا أصل لها في مصادر التشريع الإسلامي طب هل إحنا يعني و إحنا دايماً بنفكر في الخطاب الديني هل إحنا بدل يعني أحياناً بنسمع بعض الخطب الدينية يعني فيه خطب جميلة و لطيفة و الناس مجتمعة في صلاة الجمعة أو غيرها من جلسات الدين في مساجدنا ولكن هذه الموضوعات مهمة هي موضوعات يغلب عليها العادات و التقاليد صحيح هل أفضل أن إحنا نتناول هذه الموضوعات في التجمعات الخاصة بصلاة الجمعة أو غيرها من المناسبات الدينية علشان بيبقى فيه أكبر جمعة من المصلين أو المشاركين أو المتواجدين في مساجدنا فبالتالي ننقل المعلومة و نبطل هذه الأشياء اللي هي لا علاقة لها بالدين حقيقة لأن هذا الأقوى أصل في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام في حجات الوداع انتهز يعني فرصة وجود ألاف مؤلفة من الحجيج من كل أسقاع الأرض فابتدى يعالج بعض العادات المجتمعية أبطل الثقر وأبطل الرباء في هذا التجمع يعني إحنا لو نعمل ده بدل من نقول حاجات ما لهاش معنا و وفقك في هذا لأن تقويم السلوكيات من الأهمية بمكان وأيضا نريد أن نحن يعني نرد الناس إلى صحيح الإسلام يعني إلى صحيح الإسلام وأيضا ننفي عن الدين ما أصابه من الخبث ليه؟ لأن أنا عندي حديث جميل جدا اللي هو يتعلق بالتجرير الخطاب الديني قال صلى الله عليه وسلم أن في عدول يعني علماء ومناء زي الأظهر الشريف ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين دي دورنا قد تبقى لحضرتك طبعا فيا ليتنا الأظهر والأوقاف ووزارة الشباب في مراكز الشباب ووزارة الثقافة في قصور الثقافة نبتدي نعالج هذا يمكن أنا أقول لحضرتك على شيء مش بشخصا المسألة عندي مؤسسة خيرالة داعي ذكر اسمه حتى لا يكون إعلانا فإحنا أنا شكلت لجنة في بمناسبة تجديد الخطاب الديني وعملنا لجنة لفرز ما هو موجود من أحاديث نبوية في كتب معينة وخاصة كتب الفقه صحيح إحنا نكباء عدنا سنة لجنة علمية أستاذ فقه وأستاذ حديث وأستاذ لغة وهكذا يا راك إن إحنا وإن شاء الله اللقاء الخدم سأعطيك هذا الكتاب هدي طلعنا 1200 حديث مجذوب على رسول الله أنت هجب لك نموذج صارخ يعني مثلا نقول لك إيه لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرء أن تسجد لزوجها ما حصلش مع أنه بيردد على ألسانة خطباء ودعاء طب ليه ما نجمعها شكل ده ونعلنها عندي يعني نعلنها وتقر من الأزهر ونعلنها على الناس أنا طبعت الكتاب على مجهود الشخصي وفي تلسلة جاية لفرز أحاديث وأثار وللأسف الفكر اللي بينتحل السنة أو السلف الصالح أو غيره اللي أخرج لنا الإخوان وأخرج لنا الدواعش وأخرج لنا السلفية بيستندوا إلى أحاديث وهي جدا ضعيفة جدا يعني مولانا يستندوا إلى أحاديث وكتب وناس مجهلة ومصادر مجهلة وكثيرا أنا استمتعت جدا وتشرفت جدا الحقيقة بالحديث مع حضرتك ونتمنى دايما أن يكون فيه تنوير للعقول حتى تزداد القلوب إيمانا أكتر وحييك ربنا يبرك بشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا الدكتور أحمد كريمة دايما بتنورنا في التاسعة اللقاء الحقيقة دايما والكلمة الحلوة ما هو أصل الدين في الأصل أخلاق صح والدين المعاملة والدين المحبة والدين أنه عندما نترحم على شخص مات أن نذكر كل محاسن هذا الشخص ونترحم عليه وعندما نذكر أي شيء نذكر دايما الخير الذي سيبقى طالما نحن نعيش في هذه الدنيا بإنسانية خالصة انتهى وقتنا في التاسعة غدا نجدد اللقاء معكم تصبحوا على ألف خير وسلام